سلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومشاهدين الكرام في كل مكان أهلا وسهلا ومرحبا بكم معنا في حلقة جديدة من برنامج تنوير الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة لها الفضل على سائر الأمم قال الله سبحانه وتعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله وزكاهم الله سبحانه وتعالى زكا هذه الأمة العظيمة بأنها هي الأمة الوسط وكذلك جعلناكم أمة وسطة فأمة الإسلام أمة هي أعظم الأمم ولذلك في بداية هذه الحلقة أذكر نفسي وأياكم مشاهدين الكرام بأن تشكر الله سبحانه وتعالى دائما وأبدا على نعمة الإسلام على نعمة التوحيد على نعمة بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم قل الحمد لله على نعمة الإسلام الحمد لله على نعمة التوحيد الحمد لله على نعمة سيد الخلق محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم لكن في الآونة الأخيرة ظهر من الناس من ينتسب إلى الإسلام وفي نفس الوقت هو يعمل على تبديد وإفساد أصول الإسلام عند الناس وهو للأسف ينتسب إلى الإسلام فأدخلوا إلى الإسلام الخرافة وأعادوا ويريدون إعادة الناس إلى عبادة القبور من جديد أتى الإسلام لهدم عبادة الأوثان ولهدم عبادة الأصنام ولهدم عبادة الأحجار فظهر هؤلاء القوم الذين يرتدون هذه القبعات الخضراء والحمراء وما إلى آخر ذلك ليعيدوا الناس للأسف إلى هذه الطقوس إلى عبادة الأصنام إلى عبادة الأحجار باسم الدين باسم حب آل البيت باسم التصوف باسم الزهد باسم الخرافة ولا حول ولا قوتها إلا بالله نشرف ونسعد بضيف كريم فضيلة الأستاذ الدكتور محمد حسن عبد الغفار يا مرحبا بشيخنا الحبيب مرحبا أهلا وسهلا رضي الله عنك سيدنا أتشرف أنا هنتشرف بيك سيدنا رضي الله عنك أسال الله على فعلاء أن يجعلني وياك من من استعمالهم الله لرفع السنة وقام البدعة والعمل لنشط توحيد والنجاة الأصيلة لكل هذه الأمة بإقامة حقيقة الكون الكبرى أو قضية الكون الكبرى التي من أجلها خلق الخلق وأرسل الرسل وأنزل الكتب وفرق الناس إلى فريقين فريقهم في الجنة وفريق السعيد وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون قال ابن عباس إلا ليوحدون وحلقت تتكلمت على عباد القبول هذا هدم الكل التوحيد قال الله تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولنا أن يعبدوا الله وليتانيبوا الطاغوت وقال الله تعالى وما أرسلنا من قبلكم الرسول لا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا نعم فعبدون فالحقيقة الآن حضرك تؤسس أساسا هو هم الأساس الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم ليهدم أصناب الجاهلية وأوثان الجاهلية ويبقى التوحيد نقيا نعم توحيدا فريدا ليرجع الناس إلى الدين الحق هو دين التوحيد هو دين الأنبياء طاطبة نعم كما قال النسلم الأنبياء إخوة لعلات نعم دينهم واحد وشرائعهم شتا نعم نسى الله سبحانه وتعالى نميتنا على التوحيد شيخنا الحبيب وأن يرزقنا يعني شهادة لا إله لله محمد الصلاة نموت عليها ونلقى الله بها وإن أراد الله بعباده فدنا أن يقبضنا إليه غير مفتونين اللهم أمين شيخنا الحبيب هناك عدة مسائل عاوزة أتكلفها مع فضلتك في هذا الباب وهذا الموضوع قد يحتاج لحلقات مع حضرتك يعني إن شاء الله لكن قبل يعني ما أتكلم في هذه النقاط مساءة رؤية النبي في اليقظة رؤية النبي في المنام رؤية الله سبحانه وتعالى نعم مسائل مهمة جدا مهمة جدا منها أيضا مسائل الطواف حبل القبر والصلاة له وتأسيس المسجد على القبر وحكم الصلاة في المساجد المقبورة والاستغاثة والتوسل وقلق بكل مخبوري هذه المسائل النقطة المهمة قبل أن أبدأ في هذا الموضوع وهي فضلت الدكتور لماذا أعيد إحياء هذه المسائل من جديد بعدما ماتت طبعا بيها حياتي رفع الله وقدرك وبرك فيك يعني أنا سيدنا في عصر الحداثة والسوشيال ميديا والعالم الجديد الحمد لله انتشر العلم وانتشر الكتاب والسنة وأقوال السلف الصالح وفهم الناس أنه لا يجوز الاستعانة إلا بالله لا يجوز طلب الغوث إلا من الله لا يجوز طلب المدد إلا لله لا يجوز الصلاة إلا لله لا يجوز الزبح لا يجوز النذر إلا لله الحالف بالله خلاص لدرجة أني أنا كنت بشوف الناس البسيطة في الشارع حضرتك لما يقولوا النبي يغلط يقولوا النبي يحلف بالنبي يستغفر ويقول لا إله إلا الله ليه هو تعود خلاص على القنوات الجميلة وعلى السنة دلوقتي بدأ الطرح إعادة خرافة بقوة وإعلانات ممولة على السوشيال ميديا ومقاطع وريلز ومقاطع صغير ليه الحمد للكفاء والسلام على العبادين الذين اصطفى لا سيارة النبي المشتبى والأمين المصطفى وعلى صحابتي الكرام لبيتي العظام المستقبلين الشرفات ما دمت سألت سؤالا في عمق المسألة نأخذ بكل أطرافها المقدمة التي الرائعة التي قدمتها والكلام على شرف هذه الأمة أيضا هي سابق رئيس في هذا الباب لأنه الشامث لابد أن يهدم الراقي السامي لابد أن يحاط به لأنه المارد مارد الإسلام إذا استيقظ ما أحد يستطيع أن يتخبه بحال من أخوات الأمة الإسلامية بعدما تأسس فيها التوحيد وانبنت في قلوبهم العقائد السديدة السليمة في ربهم وتعبدوا لله بالأسماء الحسنى والصفات الأولى ملكوا الدنيا في مدة وريزة من عمر الزمن نعم ضرب النبي صلى الله عليه وسلم الكذية صلى الله عليه وسلم وقال الله أكبر وعطيته الكنزين الأحمر والأبيض وغير كذك والنبي صلى الله عليه وسلم قال زوية لها الأرض فراجت مشارقها ومغاربها نعم وإن ملكة أمتي سيبلغ مازوية لي سيبلغ مازوية لي منها نعم وقد كان ولذلك لما ذهب عمر بن الخطاب لفاتح بيت المغدس لاستلام مفاتيح بيت المغدس جاءت النوبة كان هو يركب ومولى يركب المولى يركب مرة فجاءت النوبة بقدر الله أن الخطاب أمير المؤمنين هو الذي يجر خطام ناقة المولى مولى من مولين هو الذي يركب وعمر يمشي ويمشي عمر بن الخطاب قدر أيضا بمخاضة أول عمر أبو عبيدة من الجراح أول ما رأى عمر في هذا الباب هو الذي يجر ناقة أسقط في يدي نعم قلبه ارتلف وتزت أركانه على أن الأمر ضاع يحسب ذلك جاءته ما هو فوق ذلك بينه وبين عمر بن الخطاب حتى يمر إليه مخاضة نعم فخلعنا عليه وتأفت وضعنا عليه تحت إبطيه ومشى حفين رضي الله عنه يعني مر عن مخاضة حفين فنظر إليه أبو عبيدة فكأنه قال لا ما فتيح قال يا أمير المنين ما أتينا بك لمثل هذا أتينا بك لهابك القوم فيأتونك يعني أمير المنين إن القوم استشرفوه نعم نعم فاستشرفوه فقال يا أمير المنين يعني هابك القوم فيأتونك فقال إيهن يا أبو عبيدة لو قالها غيرك كنا يكتب بماء الروح كنا أذل قوم فأعزنا الله بهذا الدين نعم فلو ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله أذلنا الله لا عزة إلا بالله دل فعله إذن هنا دكتور محمد عزة الناس عزة العرب تحديدا لا تكون في مال لا تكون في بطرون لا تكون في لا في مال لا في دنيا الدنيا الدنيا يمتلكونها فتوضع تحت تحت الأقدام أقدام من يستحق من لا يستحق العزة هنا أعزهم الله جعلهم الله قادة هو أشوف ما خلقت هذه الأمة إلى القيادة فقال كنا أذل قوم فأعزان الله بهذا الدين فلو ابت غين العزة في غيره أذلنا الله اضرب بمصرك بعد خلافة عمر الخطاب يأتي عامر إلى رستم نعم نحن قومنا تعصن الله بسيف قصير وبرمح صغير ويضرب وسادة الحرير نعم نعم فقال له من أنتم؟ من أنتم؟ أنتم مين؟ ماذا يحدث؟ احنا ملوك الدنيا صحيح من أنتم؟ ماذا تريدون؟ فنظروا إليه أولا قال ما هذا السيف؟ قال سيف قصير لكني أتقدم به على نحور أعدائي فارتجف فقال له من أنتم ماذا تريدون؟ قالوا نحن عبادة لله ابتعثنا الله لنخرج العباد من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد وهنا رعي ابن عامر مش بس داعية كمان أديب وحكيم والكلام أجدا شو لما تكلم معه على سيفة شايفة أرعبه كيف في هذا الباب وقل قليلة قل قليلة يا رجل خل قليلة وما لك الدنيا بأسرها في مدة الوجيزة والعمر والمشهد نفسه مرعب يعني المشهد نفسه أنت مين أنت داخل عليه أصري؟ والفرص يعني الفرص حتى هذه اللحظة لهم لازالت لهم صولة وجولة رغم من زوال دولتهم نعم لكن لازالت لهم صولة قوة قوة فشو منظر بقى هؤلاء لما تمسكوا بالعقيدة الصحيحة لما تمسكوا بدين الله لفعلاء لما قدموا المقدمة نعم جاءتهم النتيجة انت انصروا الله شوف قدموا المقدمة ولذلك أنا دائما أقول لإخواني الآن أقول أنا لا أهتم بشيء الذي أهتم به عودة على تصحيح المقدمة لأنني نتيجة محكمة سيقال لكم أنت أحد شيوخ السلفية موحبية متطرفة لا 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 تكرر على الطرف هنا لكن أتكلم أنت رجل تتفرغ لشرح الفقه للناس ومسائل الطهارة والحيض والنفاذ وأنت لا تواكب العصر يا شباب محمد سيقولون زلك نعم من سرديب التاريخ ماذا تقولي زيد؟ والله أقول أقول سأقول لهم كلمة تزهيلك أنت نعم يعني هم يقولون أنت جاهل بالواقع أنت رجل من سرديب التاريخ أقول لهم أنا الواقع أنت الواقع أنا الواقع وهل الواقع يقول لك أن تتحدث الآن فقه الطهارة وتأصلها للناس نعم أولا خلينا نقولنا أنا الواقع كيف أنا الواقع فضل نعم أنا سأغيركم من هذا الواقع الأليم الذي تعيشون فيه في أزيار الناس ازاي أو كلموك بقى بالنبوء التي يعيشوا بها يعني أنتم تعيشون الآن الأمة الإسلامية أكيف تعيش أين هي من الأمم أين احترام الأمة للأمة الإسلامية أين كلمة الإسلام هل الإسلام لما يتكلم كيف تكون لها تأثير في الأمم الأخرى كيف اعتبارها كيف احترامها كيف توقيرها الناظر في الواقع يقول لا شيء لا شيء ولا تأثير من الأمة الإسلامية على أي شيء من الدنيا لماذا؟ مع أن هذه الأمة كانت إذا تكلمت جميع الدنيا تزغى لها سبحان الله. عم الخطاب هبه الحجر والشجر. هم. هبه الحجر والشجر. حكم نص الدنيا. الحكم. الدنيا بأسريها. دنيا بأسريها عطف. في هذا الباب. فالحاصل ان اقول الان انتم في واقع مريض. ام. وهذا الواقع الذي تلزموني به في هذا الباب. انا اعيش بواقع اخر وريد ان انقلكم له. انا سانقلكم له. طب كيف تنقذن. وانتلاقي قوة في هذا الباب. صبت. اقول ان مسألة هنا تتأتى بشيء واحد. علاقة المرء مع ربه ده لا في علم. لأن انا اقول هذا الواقع الذي نعيشه. مان الذي صنعه? الله جل في علم. الدنيا بقى سلمان للخلطاء. بتقول علاقة الانسان بربه. نعم. طب ما هم بيقول لك انا بتتكلم في نفس المسألة. ما انا بقول للانسان برضو علاقة الانسان بربه وزهده وتصوفه وورعه. وهو لو عاوز يصلي قاعد في البيت وعاوز يصلي في الحرم بيصلي في الحرم ويرجع في نفس اللحظة. ممتاز. ماهو كله يدعي وصلا بليلة. نعم. ولا لا تخلون بذاك. اقول لهم ممتاز. اه. انت تعبد ربك باي ضبط. اه. احنا عندنا عندنا خوالد. صح كده? نعم. لان انا اقول علاقة الانسان بربه من الذي يحكمها? اما انا وام الله. نعم. صح? صح. طبعا اي علاقة بين بين الرب وبين العد الله هو الذي يحكمه. صح. هو الذي وضع اساسها. نعم. سأقول له تعالى. انت بتقول علاقة علاقتك بربك. الاس التي تتعبد بها ربك الذي يفعل. من وضعها? مم. هو ده اصل الكلام والنساء الذي يحكم فيه. من وضعها? انت وضعتها? شيوخك وضعوها? اختابك الاولياء الذي قلنا استنعتهم. هم الذين وضعوها? ام الله هو الذي وضعها على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله الله عليه وسلم. ولذلك قال كل هؤلاء في النار. كلهم بيدعوا ايش? بيدعوا اسلام. صح? قال. وتفترقوا امتي على ثلاث وسبعين فرقة. كلها في النار الا واحدة. قالوا من يا رسول الله? قال من كان على ما انا عليه اليوم واصحابه. هذه علامة فرقة. نقف هنا على الاساس المفرق. الاساس المفرق. فانت الان ادعيت الاسلام. ادعيت عبادة لرب الانام. ادعيت انك تجر الناس من واقع الواقع ان تستصر به نصرة الاسلام. ممتاز. انا ادعي ما تدعي. اه. صح كده? يبقى اذا انا ادعي وانت تدعي والبيانة على. من الدعا. ونصل لنار اي ادعاء سيصل للحقيقة. وهو في ادعاء يصل بالانسان الى الوهم والى الشيطان. والى النيران في النهاية. في النهاية. عارش نار ثم في الاخرة النار. وهناك ادعاء يصل بالسبل الصحيحة الى الرحمن. نعم. الى جنات ونار في مقاعد صدقا عندما ليك مقتدر. يبقى اذا نقول ما المفرق بين 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 الادعاءين. الحق او الباطل اين هو? الحق قبلج والباطل لجلج. ونصل الى الاسس والاسول التي تبين لنا في هذا في هذا الباب. فاذا ادعي انا اقول له ادعاءك باطل. انا الان ادعي في هذا الباب لانا انا متكلم مع مع التنوريين مع مع العالمين. انا قل لهم الان. انتم قلتوا لي انني من سالة دي بالتاريخ. انت فين في الواقع الناس في التكنولوجيا. الاصناعات ال اه. كل هذا مطلوب. ليس. لست ممن يحاربه. نعم. لست ممن يحاربه. ولست ممن حتى يقلل من شأني. نعم. لكن بقول كل هذا الامر هو الى الى زوانة. وكل النظريات التي التي تنظر فيها بانها تقبل او ترد. والنظرية التي يأتي يعتريها الجفد والنظر. فهي الى اصابة او الى خطأ. انا ما اصاب. مم. طيب هنا. انا اريد بس نقطة وبينها. نعم. فضل. انا معي الصواب. نعم. طبعا ما قلت انا مع الصواب ببقى انا 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 الذي سأفوز. هو انا يقول لك انت تزعم انك على صواب. هو الان. لكن انا انا شيوخي ايضا على صواب. اذا. الذين علمونني هذا الذكر وان اقوله. هذا الذي اردته. نعم. انا الان ادعيت ايش? انا الصواب. صح كدك? نعم. وانت اه وهو يأتيني ليس حضرتك. هو يأتيني يقول لي انا الصواب. اقول له ممتاز. ممتاز. رجعنا لنفس النقطة. احنا ليه بنروح ونروح. كأنني هو. كأنني هو هذا. سمحني لو خطأ. لا لا. فأنت ادعيت انك 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 صواب. اذا سنعيش مدومنة. لا انا اقول لك الان. انا ادعيت وانت ادعيت. اذا نقف معا على الارض الصلبة. انا انا عندي ايضا كتاب وصنة. بفهم سلف الامة. ممتاز. كما تزعم عنك. ممتاز. لكن انا مطبقها بفهم. وانت ظاهري تأخذ الامور. انت ظاهري سلفي تأخذ الامور على الظاهرية. ممتاز. فانا اقول اقول لو سمعت واطعت. انا كذلك ما الذي يعيب يأتيني بالادلة على العيب. لكن احنا خلينا نتكلم في الاساس بقى ترمى وصلنا للقاعة. تعال ننظر اصولي واصولك. نعم. انت انت دعيت ان اصولك كتاب وصنة. احب. تعالنا لما تمشيلي على الماء. طيب. واتطير في الهواء. وبعدها تقول لي تقول لي ان البدو طلع من القبر راح يزور ابو العباس. يعني حضرتك كده بتنسف آآ آآ. انسف ايش? ده انا احبينك ان الاصول كلها اصول منحارفة. هتنسف كرامة اهل الخطوة. ده ليس ده بشعب الخطوة ده ابلها. ابلها انا اريد الطيران في الهواء كيف يكون. اه. انا الحاصل لابد اتكلم معك على خرافات كثيرة جدا يعيشون فيها. ويهمون فيها. ويبنون عليهم عقائدهم. انا بس اردت ان انا اردت تلات امور اسمح لي فيهم اردتهم. اول شي انا قلت ان امة هذه امة لابد ان ترجع الامة. نعم. الى مكانها الصحيح. الله جعل ما خلق هذه الامة الاسلامية الا لمطق القيادة والسيادة والريادة. نعم. لما لما احياء هذه الخرافات التي يقولون بانها تتابع كلاب السنة. انا ببكي وببكي حقيقة. فاهم وانا هبكي بها دي الحقيقة. وانا اصلا جاسب على صاحب الحقيقة هذا. يعني نسفت ما عنده. فلا انا اقصده صاحب الحقيقة هذا بيبكي واخوانا الشيعة. الشيعة الذين قالوا عن اه عائشة انها تفعل في حيشة الهيوم الناس هذا. نعم. الشيعة الذين يقولون اللهم ملعن صنامي قريب. نعم. هش يا اخواني. طب ايش يا اخوانك الآن انا اريد منك شأن واحد. فقط. فقط. لما تعلم الناس هؤلاء يتهمون عائشة امك. نعم. ويتهمون فراش النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. ويلعنون ابا بكر وعمر. اخوانك منين هؤلاء? الا ان تكون انت المد الصحيح لهم. نعم. وده صحيح. هو ده المد الصحيح. ده واقع نعم. ده واقع. العقيدة واحدة يا اخي الكريم. لو انا نجاسنا بقى. نعم. نتكلم في المسألة. سأعري لك كل شيء اللي ترى الحقيقة على على حقيقتي. لكن سيقول لك يا سيدنا حضرتك عندك او عندك كتيار او كفصيل عندك جفاء تجاه النبي صلى الله عليه وسلم. انا انا. انتو حتى سيدنا مش بتقولوها. ممتاز. كل هذا واحدة واحدة معي. لكن انا اؤسس الامر اول. طيب. هذه القيادة لهذه الامة. تمام. الامة خلقت القيادة. نعم. واحنا نريد الامة هادي ترجع الى مكانة. مم. هترجع كيف? انت شوف حتى بالنظرية. اعمل دراسة جدوى على اي شيء. انت بايش بيفعل? النبهاء. مم. النبهاء في مسألة حتى مسألة التجارة الرائجة وغير دالك. ماذا يفعلون? يقولون هاتوا مادة النجاح. لننظر الى اسباب النجاح. اه. وننظر لعلنا الخلل عندنا ما اخذناش بالاسباب التي اخذوا. مم. فياخذوا. بيشوفوا تجربة ناجحة. التجربة النجاحة دي دراسة جدوى عليها. يقولون هادا هادا النجاح مرتب على امور واسباب معينة. ما هي الاسباب? بالضبط بالضبط تعالى هنا. ليه الجيوش المجيشة والحروب الطاحنة? وماذا يفعلون? انت لا يخف على شريف علم حضرتك. نعم. انهم الائلة الان ياخذون مخططات خالد ادن الوليد يدارسونها. صحيح. صحيح. ليه? هادا عقل. نعم. هم عقل افهم منا. هم افهم منا. فبينظرون الدائرة تعالى التجربة الناجحة. ما اسبابها? مم. ويبدأ يعمل ايه? يطبق الاسباب. يطبق الاسباب. طب الواقع. هم يطبقها على طور الواقع. اه. فهم على تطوير الواقع. نعم. انت مش بعيد عن الواقع. على تطوير الواقع. تطور الواقع لتأخذ بهذه الاسباب ستصب على طول. نعم. ليه بقى? لامور. امر اعتقادي. وامر مجرب. هم. الامر العقدي هو ان سنن الله الكونية لا تتبدأ. بمعنى? بمعنى ان الله قدر ان ان النتائج مرهونة بالمقدمات. هم. من اتقن المقدمة وصل الى النتيجة. اه. هكذا الله لا يستطيع. هذي سنن لا تحابي احدا. لا سنن لا تحابي احدا منه. نعم. والمجرب. والمجرب كل من اخذ بهذه السبل وصل. هم. تحيني حضرتك? فيقول لي با اذا انا ساخذها لكن على طريقتي. نعم. على طريقتي وعلى واقع اللي انا اعيش فيه. اطورها لكن اخذ الاساس. اخذ الاساس. السبب الرئيس الذي اوصلني لهذا. ما هو? هو ذلك. نعم. فانا فانا اقول الامة خلقت للقيادة والسيادة. لان الله رعلا خلق الامة لده. لكن هذه القيادة والسيادة فضلت الشيخ كما ذكرت حالك مقرونة برجوعها الى الاسلام وتم السوكيها. ده لن تتكلم فيه. فان فقدت هذا الدين وهذه اه الكتاب العظيم. تكون في الواقع اللي اعيش فيه دلوقتي. نعم. تكون في الواقع اللي تعيش فيه الان انها اخر الامة. صح كده? ودي نبوءة النبي السلام. طيب. قال يوشك ان تتداع عليكم الامة. كما تتداع. كما ذعل اكرة تعالى قصاعتها. نعم. قرأوا من قلة انحن يا رسول الله. قال لا. انكم اليوم كثير انظر انظر الواقع. وطبق. انكم اليوم كثير. ولكنكم. لكنكم غثاء. غثاء. كغثاء السيل. ولينزي عند الله المهابة. من قلوب عدوكم. عشان قلت لك. مم. من يسمعها? مم. من يسمع لها? من يخضع لها? مم. لكن ممكن شرزمة تمسكت بالدين حق. الجماعة يخشى. صحيح. الجماعة يخف يرتجف. مم. سكتوه سكتوه. مم. موتوه مم. خرجوه خرجوه. اعملوا في اي حاجة. المهم ريحونا من من هذا. تعلمين? لين انتمسك بالدين تمسكنا حقيقيا. نعم. في هذا البدء. فقال. اه فقال. ولا ينزعلنا الله المهابة من سدور عديكم. مم. لفن في قلوب الوهن. مم. قالوا ما الوهن يا رسول الله. قال حب الدنيا. وكارثيات الموت. يبقى اذا عود على بدء اذا اردنا ذلك. فقالوا اعود. احنا نعود. نحن نحن. كما قلت بقالت. فانا اقول لهم طب تعال فالان. احنا الان بتنجلي لنا المسائل الاصيلة. آه. قلنا خلاص الامة. والامة خلقت للقيادة. نعم. لابد ان تعود. وهذه القيادة ما قلونا بتحقيق التوحيد والتباع السنة. تعال بقى. قلنا قيادة الامة والعلو الامة لن يأتي. لن يتأتى لها النصر. نعم. ولا ولا العلو ولا القيادة والريادة. الا بالسبب الاول. مم. مش مد واجيزة من عمر الزمن حضرتك. نعم. مش اساسوا الدنيا وعلموا الناس العقيدة ثم بعد ذلك انتشر الدين. وفي اجواء الامة باسرها. حتى اصلا تعالى الخلافة العثمانية. مم. الخلافة العثمانية. آآ ستة قرون. نعم. ستة قرون. مش ممك جزور. طوية. بقى كده نهارة نهارة. مم. مسك اهل العلمانية والعلمانية. طبعا العلمانية هناك يعني مؤصلة. سأبين. انا سأبين ذلك افرادا. جميل. لكن انا اتكلم عن اساس. هي ليه لماذا لماذا هذه المدة التي عاشتها تمسكت بأسول اسلامية. مم. ايه اللي ضيعها? الفكر الذي تتكلم عنه الآن. فكر الخرافة. اه فكر الخرافة. حصل في هذا امر على المطوحة. لكن. لكن. على الوجد. والكشف. في هذا الباب. حتى ضربت في مقتل. فنزل عليها من يقوي. اللي بقال. من يقوي هذا الفكر ليكونوا يترعرع. مم. داخل عليه. العلمانيونة اهم فكر عندهم في التنشي الامة باسرها. هذا الفكر. مم. وانا طبعا انا ما بخلطش. مم. ما بعممش الناس كلها كده. مم. لا. في تصوف على 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 ضوء السلف. على ضوء الكتاب والسنة. نعم. التصوف على الكتاب والسنة. التصوف السامي الذي بليه بالزهد والورع. الذي. 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 الذي يقال عنه صوف. النحف ما هو اهد. الذي يقال عنه انه انه منطق سلوكي راقي. جميل. فهي حضرتك في التعبد في التزاهد في طلاب الميأكرة. طيب. طيب سيقال لك انا انا هذا هو الذي. باس. اريده. يبق ايضا. لكنني لا اريد سلافية لا اريد. ما ايهمك. احنا انا سأسمى نفس السوفي. يعني انت لو كان هذا هو بهديتك وانضبطت بضبط الشرع. انا لا يهمني مسميات. ما يهمني. يعني اسم عدوش بحيش من مشكلة عندي في هذا الباب. انا معك وسانزل تحت رايتك شريطات. شريطات انت انضبط بايش? بضبط الشرع. صحيح او لا? لانك اصلا عبد لمن? لله. من الذي سيحكم عبادتك او او يرسم لك طريق العبادة من? الله. انتهى الموضوع. طيب. يبقى باني وبانك هو الضبط. سيقال لك عند هذا الكلام. انا نحن متفقون معك. انا اهذه الأمة قادت في الاسلام. اه سادة في الاسلام. حول رموز الامة الى رموز وحدة عدوة كالساسة بالاسلام. نحن متفقون معك. لكن انتم عندكم مشكلة في فهمكم للنصوص, تخذون النصوص بظاهرها تتزمتون مع النصوص, انتم متشددون. نحن نريد تحقيق انا اتكلم بليسانة نحن باثمي. نحن نريد تحقيق الوسطية التي قال الله عنها وكذلك جعلناكم امة وسطة. انتو مش وسطيين. انتو متزميتين. ممتاز. احنا قلنا انا كل دي اصول. دايما يكون نزاع بيني وبينك. التحضر في الاحوار هو ايش. ان يكون في ارض صلبة نرجع فيها. نقف عليها نعم. اه صح كده. فانا نقول نعم ممتاز. انت بقلتم نحن اه ظهرية نحن نقف على 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 هذا الامر. عندنا تشدد. عندنا غلوة في التكفير. انا معك. خلينا نحن كل ذلك. وانا شاملنا الشياطين. نعم. جاي من ودي الجن. فانا نقول لهم. نقول لهم تعالوا. الان ننظر. نعم. اما قلنا بان هناك اسس واصول. الاصول. اصول اصول اولا في القبول. اصول في الرد. اصول في الفهم. نعم. اصول في التطبيق. هذا هو. ليه? لحنا قلنا اي عاقل عنده دراسة جدوى. يشوف التجربة الناجحة. ويحاول يحاكيها. مم. اي عاقل يفعل ذلك. اه. صح كده? طب التجربة الناجحة اي تجربة. فاي عصر من العصور. مم. لن تجدها الى في القرون الثاني سأل ايش? المفضل. الاولى. صح كده? طبعا انا انا اقول لك الان ان كان فهمي يضايقك وفهمي فيه ما فيه من العطب الذي قلته انا معك فهمي عطب. مم. طيب. انا انا بنقلك لفهم هؤلاء. مم. بقول لك هؤلاء هؤلاء هم الذين مكن الله لهم في الارض. مم. فحاكيهم حتى تتمكن. مم. صح كده? هؤلاء الذين انجاهم الله. هؤلاء الذين ملكهم الله. هؤلاء الذين راضي الله عنهم. مم. فكن كن على ما هم عليه حتى. حتى تفوز بايش? حتى تفوز بما بما كان لهم. مم. في هذا الباب. ان قلت لي لأ. مم. هقول لك الان قف. الامر شرح. طب طب عفوا سيد. فهمتني كيف? انا فهمي. انا عشان بيينه انه لما بيتكلم كده. انا معك في كل ما قلت. تعال نشوفه فهم مين اللي يقدم. طب انا متفق معك في الفهم. لكن فضلتك ذكرت انك عندك تجارب نجاح بهذا التطبيق. نعم. سيقال لك حتى في العصر الحالي الجديد. انا عندي تجارب نجاح. انا عندي الشيخ اه مش فاكده الشيخ كركر ولا الشيخ ايه بتاع المقرب. كركر. كركر هذا. هذا كركر هذا بيت شئر. كركر مرد. كركر فكر. ما حيو هذا هو هذا شئر. هو شيخ تقريبا. وهذا الرجل. نعم. صاحب طريقة طريقة. طريقة مش عارف. لا 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 هو اي نحن. طريقة الكركرية. وزهب الى اه امريكا. و وحصل بينه وبين جامعة هارفارد هي اعرق جامعة العالم. حصل توأمة. بين الشيخ كركر وبين الجلال. هذه تجربة. نعم نعم. لهذا التصوف السامي الراقي. الذي. وهذا الرجل نعم. هو يكسر من ذكر الله الى ان يقع على الارض. نعم يدوخ. نعم. هذه التجربة. ونجحت. نعم. ليه حضرتك زعلان منها? اولا نحن خلينا نتكلم في هذا الامل. احنا نشوف التهمة كلها انها في جامعة ايش. هارفور. هارفور. نعم. صح كده? احنا نقول طيب واحدة واحدة. ان كانت تجربة نجاحة. ومن ضابطة بالضابط الصحيح كما قلت انت. نعم. فنحن اصلا سنتبعها. ده اول شيء. سنتبعها. ولا نهاجمها. نعم. ولا نحاربها. بل سننشهرها بين الناس. مم. لكن بيني وبينك كأمر. نعم. خلص انا اتخذتك بقى انت المناظر صح كده? مم. ثم ننقش. ثم ننقش. ثم ننقش. ثم ننقش. ثم ننقش. اول شيء. كاركار كاركار. نعم. هاو التجربة الكاركارية. عاديين عاديين ضوابط انت هذه الطريقة. واصول هذه الطريقة. طيب. هو رجل زاهد. يلبس 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 مرقعة. صح? وليف وليف حولي جابسه. ويطلع. يطلع مع الغراب. مع المسر في الجبال. صح? ويقول. هو. 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 حتى. يكسر من ذكره هو الى ان. الى ان. ان يخذ. والله يقول. وما يعلم جنود ربك الا هو. استغفره صحيح. يعني هو. انا عفوا. انا اتيت. انا اتيت بهذا الاسم من القرآن. لماذا انت من منزعك. نعم. ونزعك. انا نريد. سألنا كبيرا نقول سبب تعال سما. سما نقول. نعم. طيب. فانريد اصول الطريقة الكاركارية. في هذا الباب. وكيف نجاحها اين نجاحها الذي الذي قلت به. اه ده الامر السابق. الا يكفي الشكل الجميل. والسياب الموزقة التي تتذكرك بالصحابة. نعم. ما كانوا كذلك. الصحابة كان فقرهم كذلك. لكنهم لم يصطنعوا ذلك. ولذلك لما لما امتلكوا ظهروا اظهروا اظهروا نعم الله عليه. يقال ان قائدهم يعني لا يصلي في اه الا في الحرم. رغم انهم مقيم في المغرب. اه نعم. يصلي ثم يعود. لا خطوة. خطوة طوك البراقة. اه فوق البراقة. خلينا نخطططنة زيدنا ثم نعود نستكمل. مشاهد الكرام اه فضلت الشيك محمد اشار الى حديث عظيم وجليل في الحقيقة. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يشك ان تتداعي عليكم الامم كما تتداعي الاكلة على قصعتها. قالوا امين قلة ان نحن يوم اذن يا رسول الله قال لا بل انتم يوم اذن كثير لكنكم غثاء كغثاء السيل. ولا ينزي عنا اللهم هبة من قلوب عدوكم ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قيل وما الوهن يا رسول الله قال حب الدنيا وكراهية الموت. تداعي الامم هذا كما اشار الشيخ لا يأتي الا بسبب ضعف الامة وهوانها. بسبب بعدها عن كتاب ربها وسنة نبيها صلى الله عليه وسلم. وان تسلك الامة طرق الشياطين. وان تسلك الامة سبل الشياطين الذين ينتظرونهم على كل طريق. ليردوهم عن دينهم. ولا حول ولا قوة الا بالله. فاصل قصير ثم نعود. اليكم مشاهدين الكرام ونستكمل هذا الحوار فابقوا معنا. سلام عليكم رحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام. عدنا لكم بعد هذا الفاصل القصير. لنستكمل هذا الحوار بصحبة شيخنا الكريم. فضيلة الدكتور محمد حسن عبد الغفار. مرحبا مجددا يا سيدنا. رضي الله عنك. اللهم امين. اشكر فضلك. الله يحفظك. شنحبيب نشرف ونسعد بحضرتك. الله يحفظك. شنحبيب قبل الفاصل كنا نتحدث في نقطة مهمة فضلتك يعني تحدثت عنها ومسألة رجوع الامة الى الاسلام العظيم والى هذا الدين العظيم. لا قضيت الكون الكبر. هذه التمامة قضيت الكون الكبر. نعم. التي كانت سبب في ريادة هذه. اينا. ثم تطرقت فضلتك الى مسألة مصادر التلقي والقرآن والسنة. وذكرت فضلك اننا نريد ان نقف على ارض صلبة. اين زع بيننا اين زع بيننا هناك الحوار الذي سيكون في ارض صلبة. بالضبط. وذكرت فضلتك مثال باحدى الطرق التي تزعم الحداثة. انها نجحت في التواصل والحداثة والتواصل مع امريكا ومع جامعة هارفارد وغيرها. لدرجة ان الصحف الامريكية كتبت عنها وصدرتها انها نموذج يمثل الاسلام الوسطي الجميل الكيوت. هذا الاسلام المراد. اي نعم. هذا الاسلام المراد. طيب احنا. الحمده وكافة وسلم على عددين الذين اصطفى. لا سيما من نبي المشتبه. الامير مصطفى. لصحباته الكرام. لبيته العظام. نعم. قال المستكمنين. شرافة يعني انت اخذت مني الكلمة على ان التجارب والنجاحة تحاكى. نعم. لاننا لابد الانسان هو الانسان اصلا 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 بطبيعته هكده يحاكي يعني اه ما يراه. سواء بالفشل او بالنجاح. مع المشكلة التجارب والنجاحة. انت قلتلي طيب في تجربة نجاحة. نعم. انا معارش مجهول ابن مجهول في هذا الباب. قلتلي انه اه كاركار بيه. كاركار فار فار المهم. الطريقة الكاركارية. نجحة جدا. فقلت حدث لك انا نقول شيء واحد بس في هذا الباب كل شيء نضعه تحت اطار واحد. ثم ثم انقش. وبعد كده نتكلم اذا كانت نجاحه حقا. على نجاح الذي نتكلم فيه ننظر الى ضابطه الى اصوله التي بنى عليه تجربتها. صحيح? نعم. حتى ان المحاكاة ايضا ليست على الاطلاق. المحاكاة لها لها ضابط. بعد ذلك قلت لي قلت لي انها نجحة جدا مع جامعة. اه هارفوت. صحيح. طبعا ده امر ده انت عطتني اعطتني الضوء الاخضر. اه. في هذا الباب لانه اصلا هذه الجماعة مش الجماعة ام الباب في هذا الجماعة هم الذين يؤصلون لعقيدة القوم. وهم يريدون. تقصد ان الامريكان او في اوروبا عموما يقدمون هذا النموذج. ما يقدمونهم فقط. لانه هو الذي يمسل الاسليم. هو يعددونهم تعديدا تاما كاملا غير منقوص. ايه الفائدة? ليس 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 هم الذين يحركونوا. سيقال لك لا الدعم يأتي لكم انت ايها السلفيون. نعم نعم. والشي كاتل للآلات. نعم نعم. حتى ترى ان نحن عندنا. وانت شيك محمد حسنة غفار. وبعد ان انا كنت سيارة واحد. هي دعم. انقالوا دي السيارة واحد لحضرتك. نعم الحديث. فالراجب يقول ايه ده? وانت ركب السيارة دي. مع انها اصلا كانت هدية. يعني انا حقا. نعم. يعني من الناس انا كنت في دبي مع اخوة افاضل جدا. ويعني ما قالوا لا انت انت الان في مجهود معين. المهم وغير المخصوص تتعلم من هذا. طيب. اخلي الدعم الذي يأتينا. احنا بيأتينا دعم. بحور. في جبل جبل الزهب الذي استاذ. يعني. سيصدق. سيصدق البعض. ما يعرفوش. ما يعرفوش اني ان قناة لقناة الندى. تتعثر بشكل شهري. ستبكين الان. بسداد مديونيتها لنال زي. اعمل ان هذه القناة اشهد الله تصريحا. افضل قناة موجودة. اصلا. تصل الى السنة تريد نصرة السنة تعمل على القضايا الحية للامة. تريد نشر التوحيد حقا. هذه القناة التي اقول وانا متبجح بقولي. متجرق. هي الوحيدة التي تسعى الى قضايا الامة لابرازيها حقا. ولذلك انا ساموت كيف اهل الخير. كيف اصحاب اليد الطولة. تترك قناة مثل هذه. لابد ان تكون هي التي على السطح. بإذن الله. بإذن الله. نقصد تكون هي. نعم. مقدمة. مقدمة القناة. نعم. فيها. فانا اهيب بكل بكل مخلص. نعم. بكل صادق. يعلم انه يتاجر مع الله جلال في اولا. نعم. له صدقة جالية يريدها. نعم. لا يترك هذه القناة. نعم. لابد ان ان تتصدر القنوات. بإذن الله. لانها حقا القضايا الحية. يعني اه تعيش فيها. فانا اقول. اشوف في كل شهر في ازمات كل. صحيح. في ازمات. ونحن الازمات انا لو تعلم اصلا. يعني انا بصالي في مزجز مزجز الامري. في طبور كامل اصلا يعني يعلم الله به. من الحقيقة التي التي تكون موجودة. لكن دعكة لانني اعرف ان الله يكفي العباد. سبحان الله. فاني. يريدون تصدير هذا النموذج. نموذج الخرافة. يصدروه. يصدروه على انه هم مسل فالضرورة. فالضرورة. مش 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 اسلام فقط فقط. هو ايش بيفعل? هو الان دلوقتي بيقول. اجيبك الفكرة. اه. لان كنت عايز اخدها تدريجانا خلاص بقى لان الوقت عندنا. نعم. الفكرة هو اه عدم انسلاخ المسلمين من الاسلام. اه. لان دا مش هيفيد. اه. هيضر جدا. اه. وعلى التخبط هذا. مش هيفيد فايقوله الناس سيبوا الاسلام. هذا هو مش. ما استطاعش. يتم تفريغ الاسلام هنا. فيقول اسحب كلية الاسلام واصول الاسلام منهم. كيف? العقيدة. خرب العقيدة. اه. طيب. اجعلهم على عقيدة توائم ما نحن فيه. مم. وهذا عقيدة الخرافات انت بس مشي. اه. دخلوا في شادر. حولوا بقى الى حي. دخلوا في شادر. ولعب. وديلوا بعض بعض الرقص المديح هدا. من ادي عباداتهم اصلا بالطابل والرقص. مم. ما دي عباداتهم. طيب نحن الله. ومشي. وخلي يذهب في الفنى. وانتهى الموضوع. انت انهيت على كل الاسلام. خلص انا كده قضيت على الدين. قضيت على كل شيء اسم اسلام في هذا الباب. باسم 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 الاسلام الوسطي. فالحاصل انه انا كما قلت لك. المقصود الاسمه هو سحب المسلمين من الاسلامين. اه. سحب المسلمين الاسلامين لا يكون هذا السحب قط الا بسحب المعنى. المعنى. ها طبعا مش بسحب الظاهر. اه يعني انا هنا مش هينفع قول للناس سيبوا الاسلام. لكن لكن هقول للناس قول يا لطيف يا لطيف يا لطيف يا لطيف انشغل بها طوال الليل والنهار انت الان لو قال انا اسألك سؤال وانت اجبني عليه حتى تظهر الفكرة لو قلت الناس جميعا زادت في العوكرة اقول له يا جماعة اسلامي وديني وصالحي اللي بتعملو ده الها الواسل انتو فيها مش حد يقبل ممكن سمحني يقتلونك صح العوام كلهم سيكون هكذا ما تقوى استعمنا وكله فاهم فوقل لك بها سلم لكن لو قلت لك لو قلت يا لطيف خمسمية وتلاتين مرة لا واقول لك اي اظهر لك الناب كمان ولابد ان تعظم شيخك وتذهب وتغسر الماء من عند رجليه وتقبل واذا تفل فيك فانت لابد ان يعني تمسح وجهك طيب ولا تذكر الله الا باذنه لان الله جعل وصايد هنا هون طيب جعل وصايد انت ما تدخل شو بقى ايش يلعبون على العوامل لما بتدخل على الملك بتدخل هكذا هكذا بتدخل ولا لابد من ايه وتتعلم من اهم ونسقق ونحلع ونيصق طبعا طبعا بقى وبعدين ما تشوفش ماء بعد ذكر ابدأ اياك انا تحترق وتحرق فاين في هذا البال فلا انا ده في دواهي تخلين اضحوك على الناس يتحقون علينا في هذا البال واي اقول لك انتو بطلمونا احنا دينا مبنى على احوال الرجال ده دي مش دي هو ده دينا كنت اي نعم لكن هنا احد كبرائهم خرج عدة مرات على سوشيال ميديا وبيقول لحضرتك احنا بنشوف النبي في اليقظة اه ها دي بقى هي المسألة الكبرى هنتكلم فيها بس خلينا نتكلم على الاولى في مسألة المسلاة يعني عفوا عفوا لكن هنا مسألة رؤيتان في اليقظة بيقول لك النبي بيقررنا على احنا فيه اه نعم هذا بقى يراهم ويقرهم لا نعم هو بيقول النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ان انا في افضل الناس الظبط وهذا التصدير بقى وانا اصلا انا لما اصدر واحد لازم اصدره في امور ثلاثة يكون له وجهة يكون له شيء من حلاوة وطلاوة عند العرض نعم ده اللي بيحصل بقى اللي هو الحجيجة يكون له شيء من الاقناع يقنع به العوام او بعض المثقفين اللي هم التافهين مثقفين لكن عندهم تفاهة نعم فيستطيع انه يلعب بأقودهم الأمر الثالث انه هو اتكلم كما يتكلم من قال قال الله قال الرسول صلى الله ويتكلم بقول السلف نعم وده اللي قال هلين السلام دعاية على أبواب على أبواب جهنم كل شيء عندنا الحمد لله شاشة كاملة نعرضها بما قاله هلين السلام على ما يحدث في زمننا نعم وانقلاب الأحوال في هذا الباب بيننا دي ساعى السنون خدع وصدق فيها الكادم وكادة فيها الصادق ويأتمن خان وخوهن الأمين وينتقروا رواي بضا قالوا مر يؤيدا الرسول الله قال الفاسق أو الفاسق انتقلم في أمر العام الرجل التافه ما رجل يطلع يقول لك أنا ملكم هو كل حاجة تقول لي هو النبي قال نبي فعل يا ابن حبيبي أنت أصلا النبي هو الذي أتى بك للتعبت نعم من عندك يبقى أنت تخطيته فهو بيقول أحوال الرجال احنا نبني دينانا على أحوال الرجال دي أجلس فيها خمس حلقات أبين أبين جهل الجهل المركب نعم في من يسمع لهذا الكلام ويسكت عليه ويجعل يجعل له قيمة الغرض المصود فهو بيحصل أنه يسلق الناس من العقيدة الصحيحة إلى هذه العقيدة العقيدة التي فيها الركون العقيدة العقيدة الرخص العقيدة فيها طبعا شيء من الأخلاقات التي تغري الناس الرجل يتكلم بخلوق تراه يريد الدنيا الرجل تراه زهيدا عابدا يغري الناس انا أقول لك شيئا شوف شوف المصيبة الكبرى خلينا نقول أنهما كثير منهم صادق في الصلاة والعبادة والصيام والقوم والقيامة الرجل الذي قتل تسعة سنة نفسها ذهب إليه قال يدلوني على العقيدة العم لا يتأثر فالعم دلو على من على العقيدة مش الرقص ده ده عابد عابد حقا مش الرقص اللي احنا فيه مش مطوحة واحد بيقول كده وبيتمطوح بيقول أبوي تزوج أمي ويحامل فيه نعم نعم ده ده كلام بيتكلم فيه به اعتقد بيتعبد به وده موجود الحمد لله ارجع للنت تجد تألاج بيتكلم بهذا كلام والكل بيتمطوح في هذا الباب أنا بقول لا ده عابد عابد حقا فقال له أنك لجريء قلت سنة نفسا ليس لك توب جاهد جاهد خنطها والذي كنا نتكلم أصلا مشكلة كبيرة هم أخدوا عوامل ناس فابتدوا يلعبوا على الضعف اللي عندهم في هذا الباب فالرجل قتله واكمل به الماء ولم يحاسب عليه لما دلوه على العالم الحق تاب وتاب الله عليه وفعل له ما لم يفعل لغيري قال للأرض أرض المعصية اقتربي وأرض اللي هي الطاعة التغبة اقتربي أرض المعصية قال تعدي وفاصل الله بين الملائكة ملائكة العالم يقول قتل مات نفس ملائكة الرحمة إنه يريد التوبة فجاء فاصل بينهم بالرجل مالك على صورة رجل فقال قسوا إلى أيهم أقرب يكمن فالله فعل له ما لم يفعل لغيره عفوا عفوا أنا بقاطر حضرتك قال إن الوقت انتهى لكن أنا محتاج نشيل على مسألة الله خزيني محتاج ضروري أختم بها فقط أردت أن أبين هذه المسألة على أنه يغري الناس عشان يسلخ الناس من العقيدة الصحيحة إلى العقيدة الموجهة وإن كانت العقيدة الموجهة موجودة ستتملك في الجميع ورؤوس الجميع يبقى سؤالك الأول الذي طرح لماذا تم تصدير هؤلاء هؤلاء لضرب الأمة الإسلامية في عمق وهو سلخ الأمة الإسلامية على العقيدة الصحيحة جميل أنا عندي عدة مسائل محتاجة تناقشها ممتاز لكن نقطة مهمة جدا هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة؟ ممتاز هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة أم لا؟ هذه المسألة خلينا نتكلم على الحقيقة في هذا الرب أصلها أين أصلها؟ أين أصلها أساسها في حديث النبي صلى الله عليه وسلم من رآني في المنام فسيراني من رآني في المنام فسيراني في اليقظة وتمثบ there هل من رآني في المنام فسيراني في اليقظة؟ حديث صحيح؟ صحيح ما معنا γي سوف نقول المسألة دي وين سيرانو؟ وين سيرانو في اليقظة؟ أولاء لابد أن نقول أنه في عقب موجود لن نجيب القاعب القوم يعتقدون ثم يستدلون يعتقدون. ثم يستدولون. آآ يعني هو يعتقد ثم يوجه الدليل للاكتقد. كل نص يأتي به عشان يقوي ما هو فيه. نعم. لكن اهل السنة والجماعة الذين هم وسمتنبي ما وسمتنبي. نعم رضي الله عنك. يخلون عقيدتنا نابعة من الكتاب والسنة. والسنة. هما صح. طب قالوا الكتاب والسنة هناك روايات فيها احتمالات. هناك محكمات نعم. وروايات فيها احتمالات. قلنا الاحتمال يرد الى اهله. مم. واهله الذين قال فيهم السلام خالوا الناس القرني. ثم اللذين يلونهم. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. بأبي هو أمي. قال إنما العلماء ورسل الأنبياء. مم. وقال الله تعالى فاسألوها لذكر إن كنتم. كنتم لا تعلمون. يبعيدا العلماء الذين أتوا بعدهم. مم. يفهمون. يعني لهم فاهم خاص. نعم. يقول لا. هم علماء لأنهم علموا ما كان عليه القوم. آه. فأبرزوا. مم. طب ما فيش اجتهاد. في اجتهاد. والاجتهاد على أسسهم. مم. لأن هؤلاء القوم هو الذين بيّن الله أنهم أفهم الناس وأعلم الناس. نعم. وأطغى الناس وأعبد الناس. مم. يعني هم أعلم وأفهم وأعبد يعني طبقوا العلم أيضا تطبيقا لذلك زادهم الله جل في علا على ذلك. يبقى نقول أن العقيدة أصلا كيف تأخذ الكتاب والسنة بفهم من. فهم السلف. الذين الذين أفهموا من النبي صلى الله عليه وسلم. هو هذا. ونحن يبقى العالم ما وظيفته. إنه يتقن هذا الفهم. آه. وينقله. مش تقول لي أنا فهمك أنت. لا أنا مفيش فهم لي. فهم ليس أساس. فالقوم اعتقد وثم استدامل. أولا لو قلنا أن النبي سلام يرافضي القضاء. تعالنا نتكلم في نقاط ثلاثة. نعم. وبعد ذلك بقى في الحال القادمة ونفصل. تمم. هي أولا. النبي سلام أين هو؟ في الدنيا أو في الأخيرة. مم. هي في البرزق. خلينا. في البرزق. خلينا نقول البرزخية. البرزخية حيات الأخيرة. يبقى الدنياوية والأخروية بينهم برزخ. والبرزخ هو؟ القبر. الدنيا مش مشاهدة. نراها. نعم. مشاهدة عندنا. البرزخ. لا نراها. غيب. غيب. شوف. أنا عديك بس قاعدة. والأخيرة غيب. الغيب لا لا مدخل للعقل فيه. آه. مهما حاولت أني أتخيل. مش هو الغيب. آه. مش غيب. يبقى لا مدخل في العدوز. آه. إلا بشيء واحد. أن يخبرني من كان من أهل الغيب به. آه. أو من كان في المشاهدة معي. أن يكون عند القرينة تدل على ذلك من الله. آه. آه. يجيء يأتيني وح يقول لي أنت ما تعرفش. آه. أنا عرفت مني أن ربنا اسمه الكريم. مهما. بالوح. نعم. وإلا هل أستطيع أن أقول أنه كريم. أستطيع أن أقول أنه يمسك السماوات والأرض. مهما. مهما. ليه. لأن أمر ايه. غاب عني. نعم. وقال عني أنا وعن كل المكلفين. مهما. يؤمنون بالغيب. مهما. فالقوم أوتوا من هنا. مهما. تدخلوا في الغيب. مهما. طيب النبي صلى الله عليه وسلم الآن. الكلام بيننا وبينهم. حي ولا ميت. ميت صلى الله عليه وسلم. هم يقولون لا. لا يقولون لا. آه. يقولون حي ونرزق. هما هنا. فالنبي السلام طيب حي ولا ميت. أم قال لا حي. نحن نحن نقول لهم الآن كذبوا الآية. مهما. وما محمد الرسول قد خالف من قبله الرسل. أفإن مات أو قتل انقلبتهم على أعقابكم. وقال له الله إنك ميت. ما عدا. قال إنك ميت. وإنهم. ميتون. وفي السحح. بأسنيد كالشمس. اللهم الرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى. اللهم الرفيق الأعلى. دخل أبكر عليه. تقبل بين عينيه. صلى الله عليه. وقال تب تحيانا ميتا يا رسول الله. الله عليه وسلم. ثم خرج للناس حتى عمر. قال ما مات. ذهب إلى ربيه وسأرجع ليقطع أيدي المنافقين. قال مهن. صاهن. ما يسكت. قال عليك عني. أبو بكر. شو بقى السبات والسداد. قال أيها الناس. من كان يعبد محمدا. فإن محمدا قدمت. كذبونا كل ذلك عشان ناخد بما تقولون. نعم. عشان ورجعنا هنا بقى لأصولهم وأصولنا. نعم. وننظر من الذي له الحق. فقال أبو بكر. فقال من كان يعبد محمدا فإن محمدا قدمت. ومن كان يعبد الله. فإن الله حير. فإن الله حي في السماء. لا يمت. نعم. يبقى محمدا. مات. مات. صل الله وصلّوا عليه. ولغسّلوا. صل الله عليه وسلم. صل الله عليه وسلم. صل الله صل الله علي وسلم. وحديانا. نعم. فعند أبو السلم في الحياة البرزخية هذه هي حيات لها على معنى. شي. إلا ما أخبرنا عنه. نبي. النقطة الثانية. النقطة الثانية في هذا الباب. أنتم كلتم بأن قولنا PROู raised His channel. صل الله هما قالوا لي لا هو حي. أرد الله علي روحي فأرد السلام نعم هناك ملائكة سياحين يخبروني بمن صلى علي يعني ممتاز والأرض معنا حيث في كلام الأرض امتنعت أن تأكل جسد جسد أنبياء كل ده ممتاز أنا معاه كل هذا يعني هو حي أنا معك هو حي والقرآن هنا نعم لا لا خلينا هو حي خلق أنا تنزلت معك دون النقاش خلاص نعم خلاص نعم نفصل هو حي حي فيه فيها البرزخ يعني حي مش في الدنيا نعم وانت كلامك كله فين في الدنيا يبقتين بأدلة على الدنيا اه دي أول حاجة الامر الثاني هو حي فين في البرزخ في البرزخ يبقتين بأدلة من البرزخ على ما تقول نعم فأنا كممكن ترى واطلع من البرزخ يجينا فهم حضرتك أو يعلم شي عنا لا أنا بتكلم أنا وأنت الان هو لا يعلم شي عنا يعني ده ما قال نفس الام يعلم شي عنا ممكن يغفر بذلك ما يعلم شي عنا ما يعلم ما نحن فيه الآن وندافع عنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يعلم شي عن ذلك مم لا يعلم شي عن ذلك نعم هو في حياتي الأخرى في الحيات البرزخية لا حياة نعم لكن الحياة دي لا نعلم عنا شيء طبا هو ربه سبحانه وتعالى لينا الشاكت لا يحبطن عمله ربنا بيقول له سبحانه وتعالى نعم هو المسألة فأنا نقول لهم الآن هو في الحياة البرزخية يبقى كل الأحزة التي أتيتم بها بأسرها لو نتكلم فيها سند ضعيفة لا سنقول أنها قوية نعم وأنها صحيحة لكن هو حياته وين في البرزخ في البرزخ الآن بقى أنتم قلتم لا انقلوها لنا في الواقع المشاهد أن تروا ربكم أنا سأقول لكم معنى الأحاديث وبعد ذلك أنا نتناقش بقى لا خليها في الحلقة القادمة طيب بقى طب معنى واحد بس شمالة تركاش هكذا من رأاني في المعنى فسيراني يعني سيراني لها توجيهاني توجيه الأول سيراني في الجنة في الجنة وده بقى بشارة له أنه يكون من أهل الجنة طب والحديث لو قالوا فسيراني في اليقظة طب هنقول هدي ما هو في اليقظة يعني هو بعدما يبعث بعدما يبعث في الحياة على الصلاة حيقول لي طب لما أولت أقول للمحكمات نعم أيات المحكمة التي تخوضها طبعا فارق الدنيا ومات ما في حد بيموت بيرجع دي كلمة كتبها الله على نفسي فلذلك هنقول لهم الآن فسيراني يعني فسيراني في عرصات يوم القيامة عندما يشرب من حوضي فسيراني في الجنة يكون مجاورا لي أو مرافقا لي أو يراه في كل يوم جمعة وهو يوم المزيد وهذا تفصيله إن شاء الله يتفصيلا بالأدلة على ذلك وهناك أمور باطلة جدا جعلت هؤلاء يعني خليني أقول خليني أقولي هنا نأف المسألة للمجاهد الكريم اللي متابعنا هو الحلقة نعم الخلاصة أن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة هي كلام باطل لا أساس له في كلام العلماء هذا افتراء هذا افتراء وجه المركب نعم وفيه لوازم باطلة منها لا تنقطع الصحبة يبقى خلص واحد شاهده لما واحد يتسجل شاهده صحابيه جليل يرد الله عنك وأرضاك والأمر الثاني أنه يأخذ بالأحكام من النبي نعم عايز فاصل خطاب في مسائل خلافية بيشوف النبي هو صح كده؟ هيسأله طب إيه الفاصل في المسألة دي انت كنت تقصد إيه في هذه المسألة بكرة وعمدان الهيال لم نرى انت فهمني؟ لوازم باطلة كثيرة جدا الدكتور محمد حسن عبدالغفار جزاك الله عننا خير رضي الله عنكم يا سيدنا ونسأل الله سبحانه وتعالى شيخنا الحبيبين نجمعنا وإياكم ومشاهدين الكرام بصحبة حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم في الفردوس العلى يا رب في الفردوس الأعلى يا رب مشاهدين الكرام بهذا الحد نكون قد وصلنا إلى ختم هذه الحلقة على أن أؤكد على عدة نقاط مهمة النقطة الأولى أن رجوع أمة الإسلام إلى الكتاب والسنة بفهم الصحابة الكرام ومن سار على طريقهم بإحسان هو سبيل العزة وسبيل التمكين لهذه الأمة وما ضعفت هذه الأمة وما تفرقت إلا ببعدها عن الإسلام وبعدها عن الكتاب والسنة النقطة الأخيرة التي ختمنا بها هي النقطة التي أثيرت من البعض هل يرى النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة أم لا هي نقطة محسومة عند جماهير أهل السنة أو عند أهل السنة قاطبة نعم بالإجماع كما ذكر الشيخ أن هذا كلام باطل مفترى لا أساس له من الصحة وفي الحلقة القادمة نفصل بإذن الله سبحانه وتعالى دمتم بخير وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته شكرا FE